موسيقى السلام عليكم أهلاً وسهلاً بكم طلبتنا على علماء المستقبل في مادة الفيزياء للصف الحادي عشر الفرع العلمي اليوم إن شاء الله في الوحدة السادسة الديناميك الحرارية سنختمها بمراجعة الوحدة ولن نذكرك أن التمرين ثم التمرين ثم التمرين في هذه المادة جداً مهم يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادراً على تقويم معرفتك بالديناميك الحرارية استخدام العلاقات الرياضية في حل مسائل على العمليات الحيوية تحليل الرسومات البيانية لتحولات المادة نبدأ بسؤالنا الأول من أسئلة مراجعة الوحدة السادسة بإمكانك إذن حل هذا السؤال عن طريق مسح هذا الرمز للدخول على الرابط وتقويم نفسك ذاتياً في حل سؤال الدوائر ننتقل على السؤال الثاني من أسئلة الوحدة أفسر ما يأتي الحرق الناتج عن تعرض شخص لكتلة معينة من بخار ماء بدرجة حرارة 100 درج سلسيوس أشد من الحرق الناتج من تعرضه لكتلة مساوية من الماء بدرجة حرارة 100 درج سلسيوس فيكون السبب لأن مقدار الطاقة الحرارية في البخار هي أكبر منه في كتلة مساوية من الماء السائل على الرغم من أن لهما درجة الحرارة نفسها حيث تكون الطاقة الحرارية للبخار أكبر منها للماء السائل بمقدار الطاقة اللازمة للتصعيد الفرعباء الكأس الزجاجية السميكة أكثر عرضة للكسر من الكأس الزجاجية غير السميكة عند سكب شاي ساخن فيه إذن الكأس الزجاجية السميكة أكثر عرضة للكسر فيكون السبب لأنه عند سكب شاي ساخن في كأس زجاجية سميكة يتمدد الزجاج من الداخل أما الزجاج من الخارج فيحتاج إلى وقت أطول ليتمدد لأنه موصل غير جيد للحرارة ومرونة الزجاج طبعا مالها منخفضة لذا فإن الزجاج السميك يكون أكثر عرضة للكسر من الزجاج الرفيع السؤال الرابع أحلل هل المواد التي ترتفع درجة حرارتها وتبرد بسرعة لها ساعة حرارية نوعية كبيرة أم صغيرة؟ إذن المادة التي تسخم بسرعة تبرد بسرعة كيف نقدر نحكم على الساعة الحرارية ساعتها الحرارية النوعية تكون صغيرة حيث يلزم مقدار قليل من الطاقة لتغيير درجة حرارتها السؤال السادس أحلل في كل حالة مما يأتي أوضح إذا كان يبذل شغل أم لا وفي حالة بذل الشغل أحدد هل بذله الغاز أم بذل عليه نبدأ بالفرع ألف ضغط الهواء في مضخة تعمل بضغط القدم عن طريق التأثير بقوة في مكبسها إذن هنا حصل ضغط للهواء إذن يبذل شغل على الغاز فتؤثر قوة في الغاز فيقل حجمه الآن الفرع باء إطلاق غاز ثاني يكسيد الكربون من طفاية حريق في الغلاف الجوي بهذه الحالة الغاز يبذل شغلا فيتمدد الغاز في الغلاف الجوي فيزداد حجمه ببذله شغل على الجسيمات الموجودة في الهواء الفرع جيم زيادة ضغط غاز في استوانه من دون تغير حجمه إذن زيادة الضغط لا يبذل هنا شغل لأنه لنراحظ الشرط هنا من دون تغير حجمه إذن لم يتغير الحجم إذن لا يبذل شغل حيث يبذل الغاز شغلا أو يبذل عليه عندما يتغير حجمه حسب العلاقة W تساوي سالب P دلتا V إذا دلتا V صفر فالشغل صفر الفرع دال التمدد السريع لمزيج الوقود والهواء المحترق في استوانة محرك سيارة ما يدفع مكبسها إلى الخارج لاحظ تمدد سريع فهنا يبذل الغاز شغلا حيث يتمدد الغاز فيزداد حجمه ببذله شغل على المكبس إذن هنا الغاز يبذل عليه شغل إذا تقلص ويبذل هو شغلا إذا تمدد السؤال الثامن أحسب كرة ألمنيوم كتلتها 5% كيلو جرام وضعت فيه مساعر حراري يحتوي على ماء كتلته 15% كيلو جرام ودرجة حرارته 20 درجة سلسيوس هذه الدرجة الابتدائية فكانت درجة الحرارة النهائية عند الاتزان الحراري 24 درجة سلسيوس إذا علمت أن النظام مغلق ومعزول بإهماء وبإهماء الطاقة التي تكتسبها مادة المساعر فأحسب مقدار ما يأتي أولا مطلوب التغير في الطاقة الحرارية للماء طاقة الحرارية هنا تغير في الطاقة الحرارية للماء سنستخدم العلاقة التالية هذه تعني التغير في الطاقة الحرارية للماء وتساوي الطاقة المتبادلة في الماء وتساوي الكتلة مضروبة في الساعة الحرارية للماء مضروبة في التغير في درجة حرارة الماء فنبدأ إذن بالتطبيق نعوض في MC-T كتلة الماء 15% ضرب الساعة الحرارية للماء هي 4200 مضروبة في التغير في درجة الحرارة 24 ناقص 20 فتكون الإجابة 2.52% ضرب 10 للقوة 3 جول ننتقل الآن للفرعبة من نفس السؤال نطلوب هنا درجة حرارة كرة الألمنيوم الابتدائية إذن TI للألمنيوم هذه درجة الحرارة الابتدائية الآن مطلوبة لذا سنستخدم معادلة QW زائد QAL تساوي 0 هنا في المسعر الحراري تكون دائما هنا تساوي 0 في النظام هذا المعزول Q للماء هي عبارة عن طاقة منتقلة اللي حسبناها في الفرع السابق 2.52 في 10 للقوة 3 زائد الآن نحسب Q للألمنيوم هي الطاقة الحرارية المتبادلة للألمنيوم في تعويض في MC-T كتلة الألمنيوم 5% ضرب الساعة الحرارية لألمنيوم 900 جول لكل كيلو جرام في كيلفن ضرب التغير في درجة حرارته درجة الحرارة نضع دلتا T في البداية نجدها ثم نحسب T نهائيا إذن جميع هذه تساوي 0 فنتوصل إلى أن التغير في درجة حرارة الألمنيوم تساوي سالب 56 درجة سلسيوس طبعا هنا نأخذ دلتا T تساوي الفرق في درجات الحرارة النهائية ناقص الابتدائية إذن نعوض مكان دلتا T بسالب بسالب 56 درجة وتساوي درجة الحرارة النهائية للنظام بعد الاتزان الحراري 24 ناقص درجة الحرارة الابتدائية للألمنيوم وبعد ترتيب إعادة ترتيب الحدود تكون درجة الحرارة الابتدائية للألمنيوم تساوي 80 درجة سلسيوس السؤال التاسع أفسروا البيانات سخنة عينة من مادة ما كتلتها 10 جرام طبعا نحولها لكيلو جرام فتغيرت درجة حرارتها كما هو موضح في الشكل وجيبوا عما يأتي إذن نلاحظون الشكل كمية الطاقة المكتسبة بالكيلو جول مع درجة الحرارة بالسلسيوس الفرع ألف ما درجة انصهار هذه المادة درجة الانصهار تتضح بين النقطتين B و C وتماثلها درجة الحرارة أو تساوي درجة الحرارة 100 درجة سلسيوس الفرع با ما الحالة الفيزيائية للمادة بين النقطتين B و C المادة هنا بين النقطتين B و C تكون حالة صلبة وسائلة بحيث أنها تبقى على هذا الحال حتى تتحول جميع المادة الصلبة إلى سائلة فننتقل للمرحلة التالية من سي لدي الآن السؤال أو الفرعجيم أحسب الحرارة النوعية الكامنة للتصعيد لهذه المادة حرارة الكامنة للتصعيد التصعيد يكون في هذه المنطقة فنلاحظ اختلاف في الطاقة من 16 كيلوجول نلاحظ كيلوجول إلى 24 كيلوجول وبإمكاننا الآن في حالة التصعيد استخدام هذا القانون لهو كيو تساوي M في LV للفابوريزيشن إذن هنا الكتلة في الحرارة النوعية الكامنة للتصعيد الكتلة هنا هي 10 جرام حولناها إلى كيلوجرام ضرب LV وبالنسبة لكيو بإمكاننا إيجادها من خلال طرح القيم 24 كيلوجول ناقص 16 كيلوجول سنأخذ عامل مشترك العشر للقوة 3 وبعد إعادة ترتيب الحدود نصل لأن LV تساوي 8 ضرب 10 للقوة 5 طبعاً وحدتها جول لكل كيلوجرام إذن هذه هي الحرارة النوعية الكامنة للتصعيد السؤال العاشر أحسبوا محرك حراري يكتسب طاقة مقدارها 300 كيلوجول من مستودع الطاقة QH أي من مستودع الطاقة ذو الدرجة الحرارة الأعلى ويطرد طاقة مقدارها 30 كيلوجول وهي Q البارد إذن المستودع الطاقة QL أحسب مقدار ما يأتي الشغل الذي يبذله المحرك الحراري هنا الشغل نأتي إذن لعلاقة الشغل بQH وQL بهذا الشكل ونعود تعويض مباشر إذن QH 300 مضروبة في 10 للقوة 3 ناقص 30 في 10 للقوة 3 نأخذ 10 للقوة 3 أيضاً عامل مشترك ونتوصل في النهاية للإجابة 2.7 بالعشرة ضرب 10 للقوة 5 جول الآن الفرع الثاني مطلوب هنا كفاءة المحرك الحراري كفاءة المحرك الحراري سنستخدم معادلة الكفاءة وهي الشغل مقسوم على الـ QH ضربية بالمية الشغل هنا 2.7 في 10 للقوة 5 اللي أوجدنا بالفرع ألف نقسمه على الـ QH 300 كيلوجول الـ 200 ضرب 10 للقوة 3 ضرب 100 بالمية وتكون النتيجة النهائية هي 90 بالمية إذن هذه هي كفاءة المحرك الحراري السؤال الثاني عشر وفسروا البيانات يوضح الشكل أدناه منحن الضغط والحجم لنظام يتكون من عينة من غاز محصور تمر بعدة عمليات ديناميكية حرارية خلال دورة ABC ثم A مرة أخرى في نظام المغلق أفترض أنه لا يوجد طاقة متبادلة على شكل حرارة مع النظام في أثناء تغيير الحالة الحرارية من B إلى C أجيب عما يأتي أحدد عملية تحدث عند حجم ثابت إذن نلاحظون الرسم البياني الحجم مضروب في 10 قوة سالب 3 متر مكعب وهنا الضغط مضروب في 10 قوة 5 باسكال وهنا العملية تبدأ من A ثم B ثم C ثم A مرة أخرى فأين هنا تكون عند حجم ثابت عند حجم ثابت تبدأ من A وتنتهي في B أما الفرع الثاني أو الفرع باء أحسب التغير في الطاقة الداخلية للنظام في أثناء العملية B C في هذه الحالة نبدأ بقانون الشغل نحسبه الشغل ثم نبدأ بدلتا U إذن هنا الشغل بساوي سالب B دلتا V عندما تكون من B إلى C نحددها حتى نأخذ الضغط طبعا المطلوب له 2. سالب 2.8 في 10 للقوة 5 مضروب في التغير في الحجم ونأخذ أيضا مضروب في 10 قوة سالب 3 إذن 6.1 ناقص 5 بال10 مضروب في 10 للقوة سالب 3 فتكون النتيجة سالب 1.57% ضرب 10 للقوة 3 جول ننتقل الآن نعوض في المعادلة دلتا U تساوي Q زائد W القانون الأول في الديناميكة الحرارية إذن دلتا U هنا مكان Q نعوضها بصفر لأننا نلاحظ أنه ذكر في السؤال أن هذا النظام معزول ولا يوجد طاقة متبادلة بهذه الحالة إذن دلتا U دلتا U تساوي W فتكون الإجابة سالب 1.57% ضرب 10 للقوة 3 جول السؤال الثالث عشر استخدم المتغيرات عين من غاز الأرغون محصورة في استوانة مزودة بمكبس اكتسب الغاز طاقة مقدارها 1.75% في 10 قوة 5 جول هذه إذن Q وتكون إشارتها موجبة لأنه اكتسب طاقة على شكل حرارة فازداد حجمه من 16% متر مكعب وهذا الحجم الابتدائي إلى 3 بال10 متر مكعب إذن هذا حجم النهائي عند ضغط ثابت مقداره إذن هذا الضغط P 2 ضرب 10 قوة 5 باسكال أحسب مقدار ما يأتي الشغل الذي بذله الغاز إذن الشغل الذي بذله الغاز لإيجاده نستخدم علاقة شغل الغاز يساوي سالب الشغل المبذول والشغل المبذول يساوي سالب P فبإمكاننا إيجاد إذن شغل الغاز يساوي سالب السالب إذن P دلتا V هنا الضغط يساوي 2 في 10 القوة 5 ضرب في التغير في الحجم 3 بالعشر ناقص 16% فنصل للنتيجة 2.8 ضرب 10 للقوة 4 جول فهذا الشغل الذي بذله الغاز الفرع بها من السؤال مطلوب التغير في الطاقة الداخلية لغاز الأرغون أي دلتا U ولإيجادها نجد الشغل في البداية من العلاقة W بتساوي سالب P دلتا V وبالتعويض سالب الضغط هنا 2 ضرب 10 للقوة 5 مضروب في التغير في الحجم 3 بالعشر ناقص 16% وتكون W هي سالب 2.8 ضرب 10 للقوة 4 جول بإمكاننا مباشرة نتعويضها في دلتا U تساوي مقدار الطاقة المكتسبة 1.75% ضرب 10 للقوة 5 زائد مقدار الشغل سالب 2.8 ضرب 10 للقوة 4 وتساوي 1.47% ضرب 10 للقوة 5 جول السؤال السادس عشر أحسبه يستخدم سلك نحاس طوله 2 متر وهذا طول الابتدائي في مدفأة كهربائية بالاستعانة بالبيانات الواردة في الجدول 3 أحسب مقدار طول السلك عندما ترتفع درجة حرارة بمقدار 100 درجة سلسيوس إذن هذا التغير في درجة الحرارة فيطلب هنا مقدار طول السلك عندما ترتفع درجة الحرارة إذن يطلب الطول النهائي للسلك للي حساب مقدار طول السلك نستخدم في البداية المعادلة دلتا L تساوي معامل تمدد طولي مضروب في الطول الأصلي في التغير في درجة الحرارة لحساب إذن دلتا L في البداية نعود 17 ضرب 10 للقوة سالب 6 ضرب الطول الأصلي 2 في التغير في درجة الحرارة وهي 100 درجة سلسيوس تكون الإجابة 3.4 ضرب 10 للقوة سالب 3 متر الآن الطول بعد أن زاد فيكون 2 زائد هذه القيمة 3.4 في 10 القوة سالب 3 فتساوي 2.34 بالعشرة ألاف متر إذن زاد كمية قليلة أو طول قليل جداً وهكذا انتهينا من الأسئلة وفي نهاية فصلنا الدراسي الثاني اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه نتمنى لكم أوقات فيزيائية ممتعة شكراً لكم اشتركوا في القناة